القصة الكاملة لطلق رجاء حسين من الفنان سيف عبد الرحمن بعد 51 سنة زواج فاجأت الفنان رجاء حسين الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن حيث كشفت من خلال ظهورها في أحد البرامج الإعلامية أن الانفصال حدث بعد وفاة ابنهم الكريم قبل سبع سنوات وذلك بعد 51 عام من الزواج حيث تحدثت للمرة الأولى عن هذا الأمر أكدت رجاء حسين أنها اتخذت قرار الانفصال عن زوجها سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهم الكريم وقالت في لقاءها تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من متاعب وصعوبات لمدة 51 عاما واللي كنت خايفة عليه راح خلاص مضيفة أنا تحملت كل شيء من أجل الأولاد لأن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها شادتت رجاء حسين على أن علاقتها بطلقها الفنان سيف عبد الرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها وأكدت أن سيف لم ينجب إلا أولادهما الشهيد كريم وأمل والشاب الذي توفق قبل فترة قصيرة هو أحمد ابن زوجته حيث أوضحت ذلك بعدما اخترت الأمر على الجمهور بأن الذي توقف مؤخرا هو ابنها تحدثت الفنان رجاء حسين عن طلقاتها وقالت أنها تتواصل معها ومقربة لها وقال صاحبتي أوي ومسقفة ومحترمة ومن أحب الناس إلي وشددت رجاء على أن علاقتها بطلقة علاقة جيدة ووصفت المخرجة دين واصف زوجة الفنان سيف عبد الرحمن وقالت الفنانة رجاء حسين ماما رجاء وكشفت أنها تعتبرها أم الأولادها ولم تتركها بعد وفاة ابنها مؤخرا في حادث وأنها أحبتها بعد زواجها من سيف الفنانة رجاء حسين تزواجت من سيف عبد الرحمن بعد قصة حب جمعتهم على خشبة المسرح حيث تعرفت عليه عندما أتت به الفنانة سناء جميلة لتعرف المتواجدين عليه كفنان صعب بعدها اعتذلت اعترفت لها بإعجابها به من قبل أن يلتقي حتى تكللت قصة حبهما بالزواج وأنجب طفليهما كريم مؤمن رغم زواج رجاء حسين وصف عبد الرحمن الذي استمر سنوات عديدة ونجحت طرفان كلا في مجاله إلا أن حياتهما الزوجية لم تكن مثالية حيث تحدثت رجاء في أحد لقاءتها التلفزيونية عن تجاهل علاقات الفنان صف عبد الرحمن العابرة ولفتت إلى خيانت لها أكثر من مرة وأن هذه طبيعته قبل ارتبطهما لكنها أرادت أن تحافظ على أولاد هوبتها ردت الفنانة رجاء على سؤال لجوء الرجل للزوجة التانية وقالت العب مش في الراجل لو مكفيها مش هيعمل كده لو تدلع في الأولانية مش هيبص للتانية مضيفا الراجل ممكن يحب للتنين كما قالت الفنانة أنها تحملت الحياة الزوجية المدة 51 عاما بكل ما فيها من مشاكل وصعاب إلى أن توفى ابنهما فقررت الانفصال موضحة أنه حدث بناء على طلبها ورفضت أن الرجل يفعل ما لحله له لكن المرأة لا مؤكدة أنها تحملت لسنوات من أجل أولدها مشيرة إلى أن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها في المقام الأول جدر بالذكر أن الفنانة رجاء من مواليد عام 1937 انضمت إلى فرقة نجيبي الرحاني المسرحية عام 1958 وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع الستينات بدأت رجاء حسين مسيرتها في السينما عام 1960 حينما قدمت دورا في فيلم الخرسة إلى أنها ركزت مجهودها في المسرح والتلفزيون حتى أواخر الستينات ترى رجاء حسين أن الفن في الستينات وعصر عبد الناصر ازدهر بشكل لم يحدث فيما بعد وأعاد المخرج الراحل يوسف شهين اكتشاف الفنانة رجاء حسين من خلال تقدمها في فيلم العصفور وهو الدور الذي قالت عنه فيما بعد أنا حبيته جدا وذلك بجانب تقدمها دورا في فيلم عودة الإبن الضال وقدمت العديد من الأدوار المتميزة رغم نجاحة في الأدوار التي قدمتها مع المخرج يوسف شهين إلى أنها قدمت الأدوار السينمائية معه فيما بعد بما فيها فيلم المهاجر وقالت أن يوسف شهين أناني وعايز الممثل يبقى له لوحده لأنه كان يريد التمثيل في عام 2012 تناقلت الشائعات عن ضربه سحل الفنانة رجاء حسين في المملكة العربية السعودية أثناء تواجدها هناك لأداء مناسك العمراء فيما نفت هي ذلك وقالت سفرت الأداء مناسك العمراء في المملكة وتمت معاملتي بكل الود والرقي واتهمت الفنانة رجاء حسين الفنان الشاب محمد رمضان بأنه سبب في تعليم جيل كامل من الشباب البلطجة مؤكدا أن ما وصل إليه الآن هو النقل تماما خاصة أنه في بداياته الفنية كان شابا على خلق ويحرص على الصلاة بانتظام قالت الفنانة رجاء حسين أنها جسدت في مسلسل ملو البنون دور الأم التي كادت تفقد ابنها فعندما ذهب ابنها الذي أدى دوره الفنان شريف مونير للجيش ثم وجدته أمامها فجأة لم تستطع أن تسيطر على إحساسها رغم أن الرقابة التلفزيونية كانت تمنع أي مشاهد تتضمن أحضانا بين رجل وامرأة حتى لو كانت داخل أحداث الفيلم وتقول رجاء حسين أذكر أنني كنت أحمل صنية فكنت مرميها على الأرض وكانت توجيهات مخرج ألا ألمس شريف مونير ولكني وجدت نفسي أرتمع لي وأقبل قدمي دون أن أدري قالت أيضا الفنان رجاء حسين فقدت كل شيء جميل بعد وفاة ابني حيث توفى ابنها عقيد مهندس أرقان حرب بالقوات المسلحة كاريم سيفيدين في عام 2014 توفى إسر تعرض لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية أثناء قيادة سيارته على قبري 15 ميون كان أول رد فعل لرجاء عند علمها بوفاة ابنها عندما استحبوني المستشفى بدعوة أن زوجي مريض الطبيب قال لي البقاء لله فقلت سيف مات فرد ابنك كاريم فضحقت من الصدمة تمنت الفنان رجاء حسين أنتقف على خشبة المسرح قبل ما تموت وقالت عندما سؤلت ما أمنيتك فقال نفسي أقف على المسرح قبل ما موت ومش لأي نص كويس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر